غضب مصري على الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الصخيرات بالاعتداء على العشرات من العمال المصريين في مدينة ترهونة هذه الاعتداءات التي أثارت ردود فعل البرلمان والحكومة المصرية الذين وصفوا هذه الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيات والتي طالت حتى جاليتها بجرائم حرب ضد الإنسانية ففي آخر جلسات للبرلمان المصري شنت عضو مجلس النواب هال أبو السعد هجوما حادا ضد الرئيس التركي أردغان حيث قالت إن عليه أن يدرك بأنه لا يواجه مئة مليون مصري بل يواجه مئة مليون جندي ومن جانبه رد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال بأن الرسالة ربما ستكون عملية وفي اتصال مع قناتنا قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري أن تصريحات وزير خارجية السخيرات على فيديو تعذيب العمالة المصرية ما هي إلا محاولة من هذا المجرم بالهرب وأن كل الجرائم والانتهاكات التي حدثت ترتكب بعلم باشاغا على حد قوله ومن جهتها أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم أن بلادها لن تصمت على هذه الجريمة كما لم تصمت سابقا على الجرائم التي ارتكبتها داعش في حق المصريين في ليبيا لم تتوقف الميليشيات عن هذه الانتهاكات حتى بعد تصريحات الحكومة المصرية حيث قامت مجموعة مسلحة من مدينة الزاوية بالدخول إلى مدينة المطرد واختطاف ثلاثة من العمال المصريين هناك